مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد انتشار الأمراض بشكل عام لكن اللي يهمنا في فقرتنا اليوم هي الأمراض الجلدية من التهابات وطفح جلدي وفطريات وغيرها بنصلط الضوء أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا في الستيديو الدكتور طارق العنزي استشاري أمراض جلدية وتجميل حياك الله دكتور معنا حياك الله مسي عليك بالخير اختدانه وعلى المشاهدين بالخير بالنسبة للارتفاع درجة الحرارة اللي يمر فيها الأيام صراحة يمر في فجوة كبيرة بالنسبة للارتفاع درجة الحرارة يأثر على البشرة بشكل خاص وعلى الجسم بشكل عام نعم فإحنا ممكن نقسم إلى ثلاث أقسام إما يكون تأثير مباشر على البشرة نتيجة تعرض المباشر على شعة الشمس والحالة الثانية اللي هي ممكن يكون نتيجة التعرق الزائد والحالة الثالثة نتيجة الجفاف ونقص السوائل نعم دكتور قبل لا ندش في تفاصيل هذا الموضوع أكيد يعني الناس بالصيف تحب أنها تطلع وتروح تقعد على البحر يحبون أنهم يسوون تان يعني هالمواضيع هذه كلها راح انتطرق لها أكثر علشان نعرف شون الشخص نفسه ممكن أنه هو يحمي جلده ويكون بشكل صحي وأيضا هم يستمتع في وقته لكن الحين مع ارتفاع درجة الحرارة الكبير شون يؤدي هذا الشيء إلى أنه يصاب الشخص بأمراض جلدية نعم ارتفاع درجة الحرارة أما يكون التعرض المباشر لشعة الشمس فهني تظهر بعض التصبقات على البشرة مثل النمش والكلف وأيضا التجاعد أو يكون نتيجة الجفاف فتظهر بعض الأحيان الذهاب الراونق وتظهر التجاعد أو يكون بشكل مباشر عن طريق ازدياد التعرق بالثناف تظهر الفطريات وخصوصا بين أصابع القدم نعم ودائما نشوف احنا في العيادات بالصيف نوع من الفطريات يسمى التينية الملونة أو المبرقشة وهذه تظهر نتيجة التعرق الزائد أو نتيجة الذهاب إلى الأماكن مثل حمامات السباحة فهني دائما يكون في بعض النصائح اللي راح نتكلم عنها للوقاية من هذه الأمور نعم أيضا بالنسبة بعض الأمراض مثل اللي هو تظهر أكثر شي عند الأطفال ما يسمى بالمليساء السارية المسكم كونتجيوزم بالإضافة إلى بعض مثل الثواليل وأيضا بعض الأمراض الأخرى تزيد في ضصل الصيف مثل الوردية وأيضا الذئب الحمراء الإكزيمة تزداد نتيجة الحرارة الشديدة ونقص السوائل والتعرض للجفاف نعم إذا بنتكلم أكثر على الأسباب دكتور يعني ممكن أن الشخص يكون هو أورادي في إكزيمة لكنها مثل ما قلت بفصل الصيف تزيد شوء ممكن أنه يتعرف على الأسباب اللي أدت إلى زيادة هذا الشيء نعم طبعا الإكزيمة لها أنواع كثيرة ويفترض أن الشخص دائما يحافظ على تعويض الماء حتى لا يصاب في الجفاف نعم فمن العوامل المسببة لإثارة الإكزيمة هي الجفاف فاستعمال المرطبات بشكل زيادة أكثر في فصل الصيف وتعويض السوائل والماء بكميات كبيرة يخفف من الهجمات في الإكزيمة بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل استعمال كريم حماية الشمس في بعض أنواع الإكزيمة تزداد مع المباشر يعني مثل حساسية الوردية نعم الوردية هي مرض جلدي مناعي يزداد في فصل الصيف ونشوفه بشكل كبير في العيادات وأيضا بعض الأنواع الأخرى مثل نسميه كونتاك درماتايتس اللي هو يزداد في فصل الصيف فنركز أكثر شيء أول شيء نصنف الإكزيمة ما هي سبب الإكزيمة ومن بعدها يتم التعامل معها عن طريق الوقاية نعم زين دكتور بالنسبة لنظارة البشرة هل لارتفاع درجات الحرارة تأثير سلبي عليها؟ نعم عن طريق التعرض المباشر في وقت الذروة اللي هو ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية ظهرا هني أكثر من 65% من أشعة الشمس توصل إلى الأرض فهني تظهر التأثيرات الجانبية فهني دائما ننصح أن استعمال كريم حماية الشمس وهني بعض الأشخاص يعني يستعملون كريم حماية الشمس يحط الكريم ويطلع على باله أنه هو يعني يشتغل فهني دائما نركز على هذه النقطة أنه يجب استعمال كريم حماية الشمس ووضعه نصف ساعة قبل أنه يطلع قبل لا يطلع من البيت نعم الأسباب دكتور نعم الأسباب تكون مباشرة عن طريق اللي هو أكثر شيء النمش والكلف والتجاعد عن طريق تلف مادة الـ DNA اللي موجود في البشرة أو زيادة التصبقات يعني مثل إحنا عندنا المادة الميلانين تكون موجودة بالبشرة فتعطي اللون للبشرة فأشعة الشمس تزيد من هذه مادة الميل فتظهر التصبقات والنمش والكلف نعم دكتور يعني ذكرت في البداية هو أن الناس وايد يحبون يروحون البحار ويقضون وقتهم بالشاليهات وغيرها ويحبون أن الشباب يسوون تان علشان يكسبوا اللون الأسمر أكثر فشون ممكن أنه هو يسوي التان لكن بطريقة يحمل فيها جلده ما يتعرض فيها لأمراض خطيرة هذه ملاحظة جدا مهمة يعني أشكرت عليها بالنسبة للتان احنا عندنا نوعين أما عن طريق كريمات أو عن طريق الأجهزة الأجهزة صحيح الكريمات لا بأس فيها لكن الأجهزة احنا طبعا نحذر منها لطبعا مضاعفاتها الكريمات التان هي عادة تكون من تركيز 3 إلى 5 بالأمية فلا بأس فيها لكن فيه اعتقاد خاطئ هنا أحب أن أنوح عليه أنه فيه ناس يعتقدون أنك التان ما يحط يعني يحط التان وما يحط كريم حماية شمس يعتقدون أنك التان هو حماية حماية من الشمس وهذا اعتقاد خاطئ يعني التان ما يعطي حماية كافية إلا 3 بالأمية ونحتاج أكثر من 50 بالأمية من كريمات حماية الشمس وهذه الأجهزة أشعتها تعادل 5 أضعاف أشعة الشمس في فصل الصيف في وسط النهار فهذه تظهر التأثيرات الجانبية لأشعة الشمس فالخلاصة أن كريمات التان لا بأس فيها لكن الحذر من اللي هو التان من الأجهزة نعم دكتور في حال الشخص حاب أنه هو يختار مثلا كريم التان اللي يستخدمه شنو الأشياء اللي لازم يركز عليها أنها تكون موجودة مثل نسبة الـ SPF موجودة فيه شكتر لازم تكون أنواع الحماية المفروضة أنها تكون موجودة أيضا إحنا طبعا الكريم حماية الشمس بشكل عام يجب إحنا في عندنا شغلتين مهمتين اللي أهمه وضع الكريم الحماية اللي هو قلنا نص ساعة قبل لا يطلع نعم والشي الثاني نوع الحماية أنه يكون يناصب البشرة فإحنا نقسمها إلى ثلاث أقسام على حسب نوع البشرة كريم إما يكون البشرة دهنية فهني كريم حماية الشمس يجب أن يكون أساسها كحولي البيز مالا فيكون لوشن سبري أو جل إذا كانت البشرة جافة لازم يكون الأساس معا مرطب وإذا كانت البشرة حساسة يكون من فيه أنواع خاصة للبشرة الحساسة نعم أما بالنسبة للكريم التان كريم التان هي المادة الأساسية اللي هي دايهادروكسي أسيتون وهذه تكون نسبتها من ثلاثة إلى خمسة بالأمية فهي تكون مقبولة ويتم التان بشكل آمن وما فيها أي مضاعفات إن شاء الله نعم دكتور معا طلعت الناس بالصباح وتعرضهم للشمس إلا أن الكثير منهم يعاني من نقص في فيتامين دال شلون ممكن أنه هو يعزز في داخله فيتامين دال بشكل طبيعي من غير أنه ما يلجأ مثلا إلى الأدوية أو غيرها هذه نقطة مهمة جدا وإحنا بما أننا اتطرقنا لهذا الموضوع والتان دائما في ناس عندهم اعتقاد أن التان يزيد من فيتامين دال صحيح وإحنا نقول التان ما العلاقة في فيتامين دال إحنا لازم نفصل بين شغلتين بين النقص في فيتامين دال وفي الوقاية من نقص فيتامين دال في حال النقص فيتامين دال يجب هنا نعمل فحوصات وتحديد درجة النقص وتعويضها بحبوب تابلت نعم على حسب الدرجة أما وهذا طبعا إذا كان فيه متى إحنا نطرق له إذا كان فيها شاشة عظام وهل الأمور هذه إحنا نفحص اللي هو فيتامين دال نعم أما الوقاية الوقاية طبعا يتم أهم عامل اللي هو التجنب شعة الشمس ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة عصرا فساعة نصف ساعة مرتين في الأسبوع كافية جدا أن تكون وقاية من نقص فيتامين دال نعم فنصف ساعة مرتين بالأسبوع في الأشعة اللي هي تكون مفيدة في الصباحية كافية أن هي تكون مفيدة نعم الأوقات الدكتور المناسبة اللي علشان الشخص يتعرض فيها لشمس تقلت من الساعة عشر ليس ساعة ثلاث هذه الفترة جدا خطر أنه يتعرض فيها للشمس متى الأوقات المناسبة؟ أولا طبعا أشعة الشمس الصباحية أفضل شيء فقبل الساعة العاشرة هي أفضل شيء ولا بس إذا كان العصر إذا كان ظروفها ما تسمح بعد الساعة ثلاثة العصر إن شاء الله تكون آمنة ما فيها أي مشكلة إن شاء الله نعم ولي هو الملسكم كنتجيوزم اللي هي المويسات السارية فإحنا هنا عشان الوقاية ننصح دائما بالنسبة للتردد على حمامات السباحة أن لبس الأحذية الخاصة عند التنقل في اللي هو حمامات السباحة حتى لا يكون انتقال العدوى والفيروسات السطحية الجلدية نعم واستعمال الكحول والمطهر بعد الانتهاء من حمامات السباحة التنشيف الجيد حتى لا يصير فيه رطوبة بعد الحمامات السباحة أيضا بالنسبة للفطريات اللي هي ما بين الأصابع تكثر بعد الحمامات السباحة نتيجة الرطوبة وازدياد نسبتها فالتنشيف الجيد والاستحمام بعدها بشكل جيد هذا كافي أنه يكون وقاية من الفطريات نعم نصائح جدا جميلة عادتنا ياها لكن حابين ناخذ منك الحين نصيحة ذهبية لكل مشاهدين اللي قاعد تابعونا الحين وحابين أنهم يحمون نفسهم يحمون أولادهم خلال فترة الصيف احنا نقول أهم شيء طبعا فترة الصيف نتيجة الحرارة الشديدة الاكثار من الماء والسوائل الشيء الثاني الألبسة الواقية يعني مثل الكبوس حق مثلا سواء حق الأطفال أو حتى الكبار الغطرة مشاء الله تعطي بالنسبة للرجال وقاية بالنسبة للحريم أما الكبوس أو الحجاب كريم حماية الشمس من الأشياء الضرورية جدا جدا وهنا نركز على شيء مهم جدا من كريم حماية الشمس نحن كلنا الكبار أحيانا ننسى أن نحط كريم حماية الشمس فالأفضل تعويض الأطفال من الآن من أهم صغار على استعمال كريم حماية الشمس أهم بنفسهم يعني يصير عندهم مثل عادة فبالتالي لمن يكبر كريم حماية الشمس يصير عنده شيء أساسي وليس ثانوي أو تجميلي فيصير أهوى خلاص صار مثل لايف ستايل نمط حياته أنه لازم أنه يستعمله وإحنا طبعا من نسبة لنا البشرة الخليجية والحمد لله عندنا نسبة الميلانين نتيجة أن البشرة داكنة وهذا يحمينا عكس البشرة الفاتحة التي تكون نسبة الميلانين فيها قليلة فيحتاجون كريم حماية يكون أكثر من 70 أو حتى 80 بالأمية فبالنسبة للإنحاء 50 بالأمية إن شاء الله تكون كافية وإن شاء الله يعني بالن الله يستعمل بشكل آمن وإن شاء الله يعني العافية حق الجميع نعم شكرا لك دكتور وعلى حضورك معنا دكتور طارق العنزي استشاري أمراض جلدية والتجميل شكرا لك الله يسأل مشكورين شكرا على استضعفها شكرا مشاهدين من ضمن الأمور المهمة اللي يحرص عليها الجميع سواء البنات أو الشباب عليها وهو موضوع تساقط الشعر اليوم الدكتورة ذكريات الشمري راح تقدم لنا نصائح طبية عن تساقط الشعر خلونا نشوفها مع بعض نرجع لكم تالي